نبقى الآن مع أبرز ما اخترناه في فقرة الصحف والمواقع الإلكترونية البداية مع الشرق الأوسط ضبابية تغلف استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلات الدين العام كتب علي زين الدين وضعت الحكومة اللبنانية معادلات متباينة إلى حد التناقض في مقارباتها لإعادة هيكلات الدين العام وتنفيذ الإصلاحات المالية الأساسية فبينما هي تتنصل من أهمية إنشاء صندوق سيادي تتكون موارده من الأصول العامة المنتجة والتطوير الشامل للنظام الضريبي تعول على تدفق قروض ميسرة من الشركاء الدوليين بما يشمل البرنامج التمويلي الذي تسعى إلى إبرام اتفاقيته مع صندوق النقد الدولي يكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره عن لبنان بأنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالين كماشا إضافيا بنسبة 6.5% في العام الحالي في حال لم تتغير سياسات الاستجابة للأزمة وفي حال عدم وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني لتضاف إلى نسب 7% و21.4% و10% المحققة في السنوات الثلاثة السابقة ويؤكد مسؤول مالي معني للشرق الأوسط أن الوضوح المفاجئ في تحميل المودعين والمصارف نحو 60 مليار دولار من إجمالي 72 مليار دولار من خسائر الانهيار المالي والنقدي تقابله ضبابية تصل إلى مستوى الالتباس في معالجة أصل الفجوة البالغة نحو 100 مليار دولار تفاصيل أكثر في الشرق الأوسط ننتقل إلى أساس ميديا كتبت ملاك عقيل أدي معلوف مرشح ميشيل عون في المتن لم يعد سرا دخول رئيس الجمهورية ميشيل عون مباشرة على خط الانتخابات النيابية من خلال استقبال مرشحين للانتخابات أو الإعاز إلى قواعد التيار وإلى أحزاب حليفة بأعطاء الصوت التفضلي لمرشح دون آخر يعتبر المقعد الكاثوليكي في المتن من المقعد التي تندرج ضمن اهتمامات الرئاسة الأولى لذلك كان تدخل بعبد المباشر لنصرة النائب أدي معلوف وفيما تبدو الطاص ضائعة داخل الصف العوني من خلال تشطط أصوات التيار بين المرشحين الثلاثة على اللائحة براهيم كنعان يسبو صعب وأدي معلوف فأن التيار يجد صعوبة حقيقية في الخروج من معركة المتن بثلاثة حواصل تضمن استمرارية نيابة نوابه يقدر الخبراء الانتخابيون أن التيار الذي يخوض المعركة منفردا تقريبا ومع دعم من الحزب القومي جناح أسعد حردان سيفوز بحاصل وكسر عال يمكنانه من الفوز بمقعدين في ظل واقع يقر به عرفوا حسابات الأرض في المتن من أن المفاتح الانتخابية هي بيت كل من كنعان وبو صعب وليس جبران بسيل أو أدي معلوف الذي يحظى بتعاطف حزبي مع ذلك تقول ملاك عقيل يخوض إبراهيم كنعان معركة كبيرة ربطا بحسابات شخصية ونفسية وسياسية لإحراز رقم في الأصوات التفضيلية لكن تواجهه منافسة من داخل أهل البيت يرى كثيرون أنها مرتبطة بحسابات جبران بسيل الحزبية ومن ضمنها قسقصة جوانح تستهدف بوب تفاصيل أكثر في أساس ميديا نختم مع سفير الشمال وغسان ريفي الذي كتب جرح طرابلس عميق وخطير جدا لا يختلف اثنان على أن جرح طرابلس عميق وخطير جدا عميق بفعل هول وقصاوة الفاجعة التي أرخت بثقلها على مدينة تتركم فيها المآسي وحجم الخسائر البشرية التي لحقت بعائلاتها التي دفن رجالها ونساؤها وأولادها وبناتها في مركب غرقة على عمق 300 ماتر فلا هي قادر على انتشالهم ولا هي قادر على أعلن وفاتهم كونهم اتخذوا صفة المفقودين ما يضاعف من حجم الحزن الذي يتمدد أفقيا في الفيحاء التي تنكس أعلامها اليوم وترفع راياتها السوداء وخطير جدا جرح طرابلس لأن شارع المدينة يغلي غضبا على حرمان وأهمال مزمنين أمعنا في محاصرة أبنائها الذين وجدوا الفقر والجوع من أمامهم والبحر من ورائهم فآثروا الاستدارة علهم يجدون في الأفق البعيد أملا في عيش كريم لهم ومستقبل آمن لأولادهم بعيدا عن بلد يفتقد إلى أبسط مقاومات الحياة بفعل طبقة سياسية لم تكتفي على مدار السنوات الماضية بقيادة البلد إلى جهنم بل تسعى اليوم إلى تعطيل كل المحاولات الحكومية للإنقاذ مستخدمة شعبوية انتخابية ممجوجة تهدف إلى تحسين واقع شعبي وإلى التقاط بعض الأصوات من هنا وهناك ضاربة عرض الحائط مسحة لبنان واللبنانيين لا شك في أن طرابلوس لا تحتمل اليوم أي خضة أمنية خصوصا أن الخضات الاجتماعية والمعيشية اليومية تضغط على كل أبنائها كما أن الجيش لا يحتمل اتهاما من هذا النوع كونه يحمي طرابلوس وينتشر في كل أحيائها ومناطقها منذ أكثر من عقد من الزمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة